منتابع مع ضيفنا الثاني لليوم الدبلوماسي الأمريكي السابق وليد معلوف رئيس شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية بساعدنا استضافتك سواح الخير نحن اشتقنا نحن بالأكتر عم تطلع عدومة عم بطلع عدومة طلعت وما لقيتك مرة ما زبوط ما كنتون نحن رح نحكي اليوم عن شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية ووحدة من مهامها هي لارت مشن وهلأ بنحكي عن أهدافها بس بالبداية عرفنا عن هالشراكة لما نحكي عن النهضة الأمريكية اللبنانية شو يعني؟ شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية هي مجموعة من الشخصيات الاقتصادية الأمريكية اللي اجتمعت مع بعضها بالألفان وستة وقررت أنه نحن بدنا نساعد لبنان كيف فينا نساعد لبنان؟ بأميركا هنا كلنا بأميركا في عندك مؤسسات لبنانية أمريكية اقتصادية بهمة أمر البلد وبتحب أنه تساعد جمعنا بعضنا وعملنا هالجمعية سميناها شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية بالعربي بالإنجليزي The Lebanese American Renaissance Partnership بلشت بالألفان وستة صرنا عاملين تلاتة مشن بالألفان وستة بالألفان وثمانية والسنة الماضية بالألفان وخمسة عشر شو هني أهداف المشنز؟ أهداف المشنز تلاتة أول كل شي لنعرف الشخصيات الاقتصادية اللبنانية الأمريكية بالشخصيات الاقتصادية بلبنان تاني شي لحتى نقدر نساعد مؤسسات غير حقومية بس دعونا قبل ما نقول عن النقطة التانية هني أصلا ما بيعرفوا لبنان يعني عم نحكي عن أشخاص عايشين معظم حياتهم برا مش كتير جايين على لبنان أو مش جايين أبدا وعبالهم يعرفوا عن لبنان في صنفين لبناني الأمريكاني من أصول لبنانية واللي خلق بالولايات المتحدة وعنده حنان على البلد اللي هو ما بيعرف لبنان بس واللي بعده يعني يمكن بيعرف شوي من وراء سته جده بايه واللي خلقه بأمريكا قبل منه ويما سته اللي إجت من سنة 1950 لما لألف وكتسعمية واربعين سو بيعرف شوي عن لبنان بس ما بيعرف كتير وعندك اللبناني الأمريكان اللي هاجروا بعد الـ 75 ونشحوا كتير بالبزنس بالولايات المتحدين كان في كتير منهم أكيد في كتير منهم هاودي عندهم بعد عندهم وجود بلبنان عندهم قريب يعني عندهم كزنز فرست كزنز وعندهم أولاد عم وولاد عمات وإلى آخرين وعندهم أملاك وعندهم بيهم وأمهم بعدهم بالبنان هاودي بيعطوا أكتر من الأمريكاني من أصل لبناني بيعطوا أكتر ليه لأنه عاش الفترة الصعبة اللي مرق فيها لبنان وحابب أنه يساعد الأهداف هي أنه نجيب هالشخصيات نعرفهم على الـ business community في لبنان لحتى يتعرفوا على بعضهم يعملوا بيزنس مع بعضهم يفتح شركة بلبنان ويصور في توظيفات بلبنان للشباب الصعبة من الجامعات اللبنانية وغير اللبنانية والهدف الثالث هو أنه نقدم تقديمات مالية لمؤسسات غير حكومية وبمرة وحدة سنة 2016 قدمنا دعم للدفاع المدني بأنه جبنا لهم بدلة موحدة يونيفورم حوالة 550 إلى 600 يونيفورم وقدمنا لهم هن وكثير كثير رائع هلأ عبتشوفوهم كيفيني لابسين وأنا مبسطت كثير لأن على إيدون الشمال تحت هيدا حطين لارب كيف لحتى قررتوا هالمبادرة ولا لا أقلك لأنه رئيس مدير عام الدفاع المدني سألني اتصلنا فيه قلنا نحن بدنا نساعد مؤسسة حكومية لبنانية لنشجع العالم ليدعم المؤسسات اللبنانية لأنه نحن وصلنا لفترة ما حدا عا بيدعم المؤسسات اللبنانية مجلس النواب ما عا بيدعم مؤسسته بانتخاب رئيس جمهورية مجلس الوزراء ما عا بيدعم مؤسسته ع كترة ما فيه انقصامات قلنا نحن بدنا نعمل شي لهالدولة اللبنانية اللي كل العالم بتحب هالمؤسسة وهي الدفاع المدني لأنه غير طائفية وغير مقصمة وتكون حاضرة لكل اللبنانية سوقدمنا هالجستشر هايدي وكانت كتير رائعة وهلأ بالالفان وسبعتاش عم نفكر بعد ما اخذنا قرار بس عم نفكر نجيب للدفاع المدني فايرفايتر بوت بوت ما عندن يها بقلب البحر لحتى اذا صار فيه شي حريقة بقلب البحر يكون عندن الامكانيات انه نطفه هايدي بالالفان وسبعتاش وكمان بالالفان وسبعتاش يعني الميزانية هالأدعم بتكون عالية طبعا لانه لمن احنا نعمل فاندريزنج ونقللن لللبناني الامريكان ولالامريكان من اصل لبناني نحنا بدنا نعمل هيك لمؤسسة الدفاع المدني كلهم بقدموا واللارب بامريكا هي لارب تاكس دي داكتبل يعني اللي بقدموا من التاكسيس تابعوا وكمان مسجلي باللبنان كيف كيف اللي بقدم مصاري للارب مصاري للارب لانفترد قدم عشر تلاف دولار لمن يعمل التاكسيس اخر السنة بقللن انا قدامت للارب اللي رقم كذا كذا عشر تلاف دولار بنخصمه من الدرايب من التاكسيس وعننا كمان مسجلي باللبنان انديبندنتلي مسجلي باللبنان بوزارة الداخلية وعننا رقم وكل شيء ورئيسة واحد لسوق الحظ انا بس عننا بامريكا وعننا بلبنان بورد عننا بورد بالولايات المتحدة وعننا بورد باللبنان هلا الاصدقاء البورد باللبنان قلتلون انا طالع اليوم لأحكي عن اللارب بتحييهم وبشكرهم لانه لو ما منهم ما كنا قدرنا عملنا هاللاربات الثلاثة والمشنز الثلاثة اللي جينا فيهم وكمان بدي اتشكر مؤسسة تانية اللي هي اللي بنيز امريكين تشامبر اوف كومرس وسليم الزعيني اللي عطول كان يدعمنا بالميل انجريس تابعه بالوجود تابعه للشامبر اوف كومرس كمان كان لاعب رئيسي بنجاح اللارب ومهمات للبنان هلأ عم بيحضرونا ما بعرف اذا عم بيحضرونا بس متشكر قدي ساعة هلأ هونيك وين اني لا في تي منهم بلبنان هني لبنيز امريكين شامبر اوف كومرس موجودة بلبنان منا موجودة بامريكا اه فكرة عم نحيي اللي بامريكا لا عم نحيي اللي هوني منحييه كمان جميع منحيي لبناني يلي بامريكا اذا عم بيسمعونا حالبزنسنا وبيقولون حطوا مصرياتكم للألفين وسبعة عام هونيك قديها لأسفاع نحن سابع ساعات لورا اوكي خلينا شوي نحكي لما تعملوا فاندريزينج وتجمعوا مصاريعا قديش مبلغ عم نحكي يعني كل مشن يعني لنجيب لوازم للدفاع المدني بيستعملوا البحر ياريت بيطلعوا على الويب سايت وبشوفوا شو مجموعة الدونيشنز اللي عملناها موجودة على الويب سايت انا زلمة اللي منكون عم بيشتغل بمؤسسة غير حكومية وعم نجيب مصاري الحسابات مكشوفة موجودين على الويب سايت لكل مؤسسة شو أعطينا من سنة 2006 إلى اليوم لا انا عم بسأل لشوف قديش اللبنانية عندهم حنية على البلد تستفزن هؤل مواضيع انه طبعا بيهمون الامر يعني تصوري انه في ناس عطونا 10.000 دولار دونيشن ناس عطونا 5.000 دولار دونيشن ناس 3.000 6.000 يعني ما فيه أقل من 1.000 دولار دونيشن وبعدين كل شخص بده يجي بيدفع 1.500 دولار لأنه الألف بده تروح على البوت اللي بدنا نقدم فيها الإكرامية يما الدعم لهالمؤسسة وال500 بروحوا لمصروف الوان داي كونفرنس مبدئيا صارنا عم نعملهم بالفينيسيا صارنا 3 سنين نعملهم بالفينيسيا سوف يكون في فينيسيا بالمستقر بالمستقر هلنا نحكي أكتر عنه البرنامج المؤرر لسنة 2017 بس قبل خلينا نرجع للرجال الأعمال بأمريكا من أصول لبنانية أدي هم بيكونوا أول شيء أدي عددهم اللي عم تقدروا أنتوا تجتمعوا معهم ولأي لايكي بال2006 إجا معنا 90 شخصية اقتصادية 90 تصوري كنا قلما يعني شوية رح نكون 100 بال2008 إجا 65 بال2015 إجا 65 لل70 يعني فيه انترست فيه اهتمام فيه اهتمام لسبب بدنا نشتغل حتى نوسع الكلام عن الرحلة عن الميشن نخبر العالم شو عم بيصير نقلهم شو أهدافها وطبعا اللبناني الأمريكان واللبناني عم يكونوا ناشحين يمكن على كل الأمريكان أصول لبناني كمان عم بيدعموا بقدموا طبعا طبعا لما يجوا على لبنان وين بيروحوا شو بيشوفوا شو انتباعاتهم يعني في منون عندهم أهلهم بيقعدوا عند أهلهم منون بيقعدوا بالقتلات بيكون عندنا نحنا نهار واحد فقط المؤتمر تبعنا نهار واحد فقط لأنه ما بدنا نزربهم هون بدنا هن يدرجعوا يطلعوا مع أهلهم مع قريبينهم يبرموا ويشوفوا البلد يعني نحنا ما من ننظم رحلات سياحية لا أكيد بس همقول انتباعهم يعني بيبقى في منهم يمكن صارلوا عشرين سنة مش جايين في انتباع حلو يعني انتباع جميل كل شي بيشوفوا بيحسوا منه موجود بالولايات المتحدة وهذا شي مظبوط يعني لأنه اللي موجود هون منه موجود بالولايات المتحدة مثل شو مثل السياسيين مثلا منه الموجودين هذا غير وضع كلية انت جيت هلأ من أمريكا وعم بتعيش ترجع هون يمكن شي اللي بتفقدوها بأمريكا منفقد الألفة اللي موجودة عند الناس يعني كمان هون بلبنان خفيت الألفة لنكون شوي صراحين ولكن مثلا بالولايات المتحدة إذا ما عندك جروب أصحاب يعزموك وتعزميون يتطلعوا على الرستوران يتروحوا على بيوت بعضكم هايدي أكتر شي هي السوشل لايف بعدين إذا رحنا عمل في شي مؤتمر كبير للبنان بهالصفارة اللبنانية يما بالمؤسسات منلتقم منسلم عبعدنا هلو كيفك وكيف حوالك ووينك هايدي هي بينما هون هون بتقوم الصبح لا تشرب بفنجين قهوي بيمرق أبو مخايل بتاعزمي على القهوي بيمرق بو يوسف بو يوسف ورافر بيمرقوا الجيران بتحكي أنت وياهون يعني الديناميكية بالبنان وخاصة بالضيع غير الديناميكية السوشل لايف بالولادة المتحدة يعني أنا وقاعد بالباك يارد عندي ما بشوف حدا من جيراني كلهم بيكونوا يا قاعدين ببيوتهم يا بي يا ما إذا أنا كنت بالأشغال ينقف ما في هال هال انتر اكشن مثل ما وجودي هون بين الناس حشورية اللبنانية لبعضهم أكتر من حشورية الأمريكان لبعضهم هاي كمان مهمة طيب قبل ما يخلص بقت فيه مشروعين هلأ بال2017 انتو بتكون تحققون أو عم تطمحوا تحققون شو هنه هو الوينتر غالا اللي عاملينه بفبروري مبدئيا واللارت ميشن فور اللي راح تكون بسبتمبر 2017 يلي هي لدي لدي فاعل مدني بعد ما أخذنا قرار نهائي بس بعتقد هايك الاتجاه لمجلس الإدارة بلبنان إنه نكون عم نشتغل بهالاتجاه هيدا بال2016 ما كان عندكم نشط معنا لأنه بتعرفي كتير صعبي الواحد يعمل ميشن باك تو باك يعني 2015 صعبي بديك تنتظري شوي لكترجعت لحتى ترجعت تخططي وتعمل أوكي ترمني بعض الشيء أبدا نسلمتكم بسطة كتير باللقاء بتشكر نحن كمان بتشكر السامعين والمشاهدين ونسلم على كل الجيل الليبنانية بأمريكا نسلم على الجميع من كل وأكيد هنه دعم كتير كبير لقلنا بكف اللي عم تعملوا للدفاع المدني ومن بعد يمكن كل الصعوبات اللي مرأ فيها الدفاع المدني منحييكم أهلا وسهلا فيك منحيي كل الليبنانية اللي صامدين بالبلد شكرا وانتوا وانتوا اتنين منهم مزبوط شكرا لقلك نحن لهوم وكنو سننا لختام حلقتنا والختام مع تقرير الرياضي بكرا أكيد حلقة جديدة بتمام الساعة سبعة ونص كنوا على الموعد باي